هتكلم بس بسرعة كده في الانترو اللي أنا عامله وليه أنا قلت هذا الكلام لأنه بيزعجني جدا جدا كلام المسؤولين يعني أنت بتلاقي تحفيل وبتلاقي تلقيح وبتلاقي كلام على سوشال ميديا أو في بعض الإعلاميين أو بتاع ما بتنزعجش ولكن اللي بيزعجني جدا 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 هو ما يلجأ إليه قيادات مسؤولة في الرياضة عن الأندية وفي أماكنهم من دغداغة مشاعر الجماهير بخلق قضايا مش مفهومة المهندس يا حكومي الرئيس النادي الإسماعيلي الذي نكون له الاحترام وأنا عن المستشف شخصي تعملت معه وكان مختلفا جاء هذه المرة مفيش شبوءه غير حاجة واحدة النادي الأهلي يعني هو جاي عنده مشاكل معلش حنتكلم شوية في الحتة دي وطبعا جايح لها مشاكلها إن لا يليق بالإسماعيلي ما يحدث من نتائج وأداء فالفريق لازم يحصل له دعم ويعاد بناءه فنيا ونفسيا وحتى من ناحية الإدارة والحقوق لازم اللعبة تشعر إنها يعني مؤمنة وتلعب من غاية وتتمسك بالمكان اللي يفيه دي نمرة واحد إذن شغلي الشاغل إن أنا أخد بالفرقة أحطها قدام من خلال سلسلة من الإجراءات ولكن أنت أول ما جيت أشدت بالنادي الأهلي وقلت أنا طلبت منهم قلوله تحت أمرك الباب ما فتوح لك منك للعيب وإحنا موفقين على الاتفق معه لا يملك أي نادي أكثر من هذا فأشاد بالنادي الأهلي وفجأة هجوم ضاري على النادي الأهلي إن النادي الأهلي مش يوقف معنا أو رسالة سلبية تصدر بصها أستاذ فريم كلما بدأ في الأفق من بعض العقلاء وأصحاب الحق والرؤية السليمة والفطرة السليمة إنهم يقولوا كلمة كابتن علي بوجريشا كابتن سائد بازوكا وووو وطلع يقولوا حقائق الإفتراءات التي يعني زرع بها الفتنة عن عمد أصحاب المصالح بين الأهلي والإسماعيلي الدنيا بتهدى والأهلي فاتح دراعاته وعايز يعمل اللي يقدر عليه ما تقدرش تقول للعيب لازم تروح لا تملكها لكن دع دورك أنت كإدارة أنت عمال بتشتري لعيبة جديدة وعايز تاخد لعيبة عارة اقنعها دورك والاقتناع لا يكون إلا بالمصالح يعني أنا لعيب حسب مكاني واجيلك أه عايز ألعب كل حاجة بس عايز يعني أخد حقوق برضو لأ ساب كل ده وبدأ يهاجم إدارة الأهلي وهاجم النادي الأهلي ونرجعنا تاني للمربع واحد